حرب جديدة تشلها ميليشيا الحوثي لكن هذه المرت على محلات وشركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها سلسلة من المضايقات تعرضت لها شركات الصرافة من قبل الميليشيا بدأت بمداهمتها وترهيبها مروراً بمصادرة أموالها وسجن موظفها بالإضافة إلى مطالبة شركات الصرافة بربط شبكات معلوماتها بالميليشيا مضايقات دفعت بجمعية الصرافين اليمنيين للدعوة إلى إدراب شامل من احتجاجاً على ما تتعرض له شركات الصرافة وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل وعرقلة عمل القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي جمعية الصرافين اليمنيين أشرت في بيان لها إلى أن قطاع الصرافة بات مكبلاً بإجراءات يصعب التعامل معها من قبل فرعي البنك المركزي في صنعاء أو عدم حيث باتت غير قادرة على إرضاء سلطات البنك سواء في صنعاء أو عدم وهو ما صعب من قدرتها على تجديد تراخيصها أو استخراج تراخيص جديدة الجمعية طالبت في بيانها أيضاً بضرورة تحييد عمل القطاع المصرفي عن الصراع السياسي دعية فرعي البنك المركزي إلى ضرورة التنسيق بينهما لمنع الإزدواجية والتعارض بين قراراتهما ويعاني القطاع المصرفي في اليمن منذ الإنقلاب قبل خمس سنوات من جملة تحديات كبيرة أهمها ضعف السيولة النقدية وإلغاء نظام المعاملات البنكية الدولية سويفت الأمر الذي لم يضاعف فقط من عدم قدرتها على تسير أعمالها بسهولة بل حد كثيراً من قدرة التجار على استيراد المواد الغدائية الضرورية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر